في السياسة والعلاقات الدولية، لا بد من التفاوض بشكل أو بآخر، ولكل مفاوضات هدف يصب إليه الطرف المفاوض، يكون نصب عينيه خلال كل مرحلة تفاوضية. تحضرنا في هذا المقام مفاوضات إيران النووية، فهي من أكثر ما يشغل العالم اليوم بالنظر إلى مآلات النجاح والفشل فيها من منظور كل طرف من أطراف التفاوض. فبأي معيار يقاس النجاح؟ وهل التنازلات بلا مقابل أفضل من الفشل؟ التفاوض فن له أسليبه ومقاومات نجاحه، كما له إعداده الجيد وخطته المعدة مسبقا، وإلا لكان الحصاد استسلاما لإرادة الطرف الآخر، وخضوعا لما يفرضهما بعد التفاوض. حدث ذلك فيما اصطلح عليه بمفاوضات السلام، وعنوانها الأبرز الأرض مقابل السلام، فلا كانت الأرض ولا كان السلام، بل قدم للأراضي بالمزيد من الإسطان وعدوان مستمر. وفوق ذاك ينكشف الوسيط على مر السنين منحازاً حيازاً مفضوحاً مهما حاولت دعاء نزاهته. مرد ذلك ضعف المفاوض الفلسطيني، وقصده التفاوض بلا أوراق فعلية مؤثرة، وقبوله بالتالي تنازلات بالجملة مقابل وعود زائفة مخادعة. ولا تختلف الحصيلة عربياً عنها فلسطينياً كثيراً، فالمحتل خرج الضافر الأكبر بامتيازات اقتصادية وتحييد شطر من دول المواجهة، بينما يحاول توسيع نطاق التطبيع بالمجان. يضرب المفاوض الإيراني الأمثال، فهو يتمتع بالحنكة اللازمة والصبر المطلوب، مع الحزم والاستعداد للطارئ والمستجد، وحتى للطريق المسدود، بالبديل الآني للفشل متوقعاً كان أم غير متوقع. ترافق ذلك كله مهارة الإنصات، فهي من مقاومات المفاوض الناجح، بغض النظر عن نجاح التفاوض أو إفشاله، مع القدرة على معرفة مكامن الضعف لدى الطرف الآخر، وطبعاً يقتضي التفاوض الندية لفرض المقابل. وهنا لا بد من امتلاك عوامل القوة بشتى أشكالها العسكرية والاقتصادية، من دون إخفال الدعم الشعبي للحكومة في صناديق الإقتراع، أو جماهيرياً للخيارات الاستراتيجية، فلكل مفاوض أوراق تفاوضية، وإلا فحضوره كغيابه لا يجد في الأغلب نفعاً.